موجز الأخبار من المحور أهلا بكم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل بشأن منع الطلاب دخول الحرم الجامعية نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية من جانبها شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أحقية طلاب الجامعات كافة في دخول الحرم الجامعية والالتحاق بكليتهم حتى في حالة عدم سدادهم المصروفات الدراسية مشيرة إلى تخصيص الجامعات الحكومية ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين بشرط استفاء الأوراق المطلوبة أكد المستشار الدكتور حان في جبال رئيس مجلس النواب قوة العلاقات بين مصر وكودفوار والتطلع للارتقاء بها إلى أفاق أرحب لا سيما على الصعيد البرلمانية وذلك في ضوء دور البرلمانات المحوري في تناول مختلف القضايا الإفريقية بما يعكس أمال ويحقق طموحات شعوب القارة جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية الإفوارية على هامش مشاركته في اجتمعات الاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الرواندية كيجالي كما أشار رئيس مجلس النواب إلى اتساع مجالات التعاون المشتركة في إطار حرص مصر على تفعيل صياغ التعاون الجنوبي الجنوبي والدعم الذي تقدمه مصر للأشقاء في كوديفور لجميع التخصصات التي تدعم التنمية بمفهومها الشاملة عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع بعثة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ برئاسة السكرتير التنفيذي للاتفاقية لمتابعة آخر مستجدات الإعداد لمؤتمر المناخ كوب 27 المقرر عقده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع مستجدات الإعداد للمبادرات التي سيتم إعلانها خلال المؤتمر ضمن البرنامج الرئاسية ودورها في دفع أجندة العمل المناخي وتغديم مؤتمر حقيقي للتنفيذ إلى جانب الأيام الموضوعية والتي ستشهد مشاركة عدد كبير من الوزراء كما أكدت وزيرة البيئة أن مصر تسعى للخروج بمؤتمر مناخ مستدام منخفض الانبعاثات يقدم نموذجا فعليا للانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ توجري كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية لقاءات المكسفة مع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاطي وذلك في إطار زيارتها رسمية إلى لبنان لبحث مستجدات الاستحقاقات الانتخابية أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية قبل انتهاء الشهر الجاري مشددة على ضرورة احترام الاستحقاق الدستورية وإتاحة الفرصة لتشكيل الحكومة الجديدة حتى لا يتعرض لبنان لخطر الفراغ في السلطة يواجه فريق نادي الزمالك في السابعة مساء اليوم نظيره في الأنبوة البرندية على استاد بورج العرب بالاسكندرية في إياب دور الـ 32 لبطولة دور أبطال إفريقيا يدخل الزمالك اللقاء بعد الفوز في مباراة الزهاب بهدف النظيفة في المباراة التي يقيمت بين الفريقين على استاد بورج العرب اشتركوا في القناة